انا حمار انا حمار وغبي الحمد لله رب العالم الاتنين حمار وغبي بركيلي الله انا حمار وغبي ايه يا ابن المجنونة فيك ايه فيك ايه المعلومات مش عايزة كذبك مش عايزة كذبك ايه غالبا والله اعلم كده فيه خرم في بناه تل المعلومات تنزل بتروح بقى مع الصرف السقح كده وطا مفيش حاجة بالدول خرم وانا اقول يا رب الفرام بتخشلنا منه تب طالما فيه خرم اللي رحمن الرحيم احنا بنهدي المحاضرة ديت لكل طلبة السنوية العامة اللي عاوزين يحصلوا على 99.9% وحققوا امنياتهم وبطريقة سهلة جدا ومتجربة قبل كده انا هحط لك طريقة المذاكرة في نقاط اولا ما كان مذاكرتك يبقى فين اذا كنت بتذاكر على ترابيزة خلي الترابيزة خلي الترابيزة خلي الترابيزة بتاعتك انت قاعد عليها وسترير في دهرك مش في وشك ولا على جنبك عشان ما يبقاش مجال ان انت غريك للنوم ادي حاجة خلي الحيط اللي في وشك فاضية ما لقاش اي حاجة تشغلك يبقى دي الترابيزة هتلزق لي على ترابيزة الكتب والادوات الكتب والادوات بتاعتك كل مادة او فرع مادة هيتحط في كرتونة ما كتوب عليها اسم المادة او الفرع بتاع المادة من جميع الجهات فيها كل الكتب والمذاكرات والاقلام والادوات والمسترة وكل ما يتعلق بالمادة او فرع المادة حط الكتب وقفة على حالها واتجاه العنوين من ناحية واحدة عشان تسهلك سحب الكتاب اللي انت عاوزه بدون ما تفاركش الكرتونة عشان ما تبقاش في مجال شغالة انك انت تدور على حاجة معينة على بالما تلاقيها هتكون نفسك تصدد عن المذاكر يبقى انت مجاهز كل سنة ديئك انا دلوقتي عاوز اذاكر احنا عرفنا ننظم مكان المذاكرة وعرفنا ننظم الكتب بتاعتنا ونحطها فين وننظم الترابيزة وموضع الترابيزة اولا الوزير كل يوم او كل يومين او كل شهر يقولك انا هجيب الامتحانات بتاعت السنوية العامة من الحاجات المطبوعات بتاعتي من الكتب بتاعتي سألناك ايه الكتب بتاعتك قال كتاب الوزارة اللي انت بتستعمله من مدرسة انا يهمني فيها اوي اوي الاسئلة اللي موجودة في نهاية كل باب او كل فصل ايه كمان قالك دليل تقويم الطالب بتاع الوزارة المتجاوب وكمان بوكلتس الوزارة المتجاوبة وبوكلتس المستشار بتاع الوزير اللي بيحط الامتحانات المتجاوبة وايه كمان التالتة امتحانات السنوية العامة بتاعت السنين اللي فاتت دور اول ودور تاني متجاوبة يبقى انا عندي المصادر الرئيسية اللي بيجي منها الامتحان التالتة اللي انا قلت عليهم دول ورجعهم تاني هتبقى كتاب المدرسة دليل تقويم الطالب وبوكلتس الوزارة المتجاوب امتحانات سنوية السبقة طيب ايه كمان اذاكر منه من ضمن مصادر المذاكرة بس مش شرط هيجي منها الامتحان ان يبقى معاك كتاب شرحه سهل فيها اسئلة متجاوبة وتكون الاجابة صح الكلام ده انت تعرفه من زميلك السابقين ايه الكتب الصح ايه الكتب الصح اللي فيها شرح وفيها اسئلة متجاوبة صح هتعمل لكل مادة او فرق مادة اتنين سكتش تمانين ورقة مكتوب عليه اسم المادة واسمك واحدهما انت تفتكر انا بنكد احدهما مكتوب عليه فولان حسين اللي كان بيذاكر ده حمار السكتش ده مهم جدا 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 وهو سبب حصولك على تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المائة فيه سكتش تاني فاضي وصاده مكتوب عليه اسم المادة بس مش مكتوب عليه ايه حسين حمار جميل تعال بقى رص الادوات بتاعتك اللي كانت موجودة في الكارتون اللي انا قلت عليها دي وطلعها وحطها على الارقام نمرة واحد هيبقى الكتاب اللي شرحه سهل فيه اسئلة متجاوبة نمرة اتنين على اليمين اللي هو نمبر تو على اليمين على الترابيز اللي انت لازق للسيكر هتحط دليل تقويم الطالب المتجاوب دليل تقويم الطالب ده معاه بوكلس الوزارة المتجاوبة سيب البوكلس دلوقت وخليك في دليل تقويم الاستيكر التالت هتحط عليه كتاب الوزارة كتاب المدرسة اللي انت مستلمه الناحية التانية بقى اللي هي المرة اربعة على الاستيكر هتحط الاتنين اه سوريا انا اسر امتحانات كتاب امتحانات السنوات السابقة ومعاهم بوكلس الوزارة المتجاوب اللي هي امتحانات كوتشينا مش على ابواب نمر خمسة هتحط الاتنين سكتش اللي هما مكتوب عليهم فلان حمار واسم المادة اخر حاجة اللي هي نمر ستة هتحط مذكرة المدرس حطيت حكتك حلو انا عاوز ابدأ اذاكر الاخطر بقى اللي انا هقوله دلوقتي اخطر حاجة في الموضوع كله اللي انا هقوله دلوقتي هاو كيف تذاكر لكي تحصل على الدرجة النهائية هتسحب الكتاب اللي هو على نمرة واحد اللي هو الكتاب شرح ساه فيها اسئلة متجاوبة فهتحطه قدامك وتقرأ بعنيك لغاية ما تخلص اخط في الباب ساعة ساعة ونص ساعتين انت كده ذاكرت بس ما انتش عارف اذا كنت ذاكرت صح ولا غلط هتغطي هتقفل الكتاب الجزء بتاع الشرح وتجيب جزء الاسئلة وتعلق جزء الاجابات هيبقى قدامك الاسئلة هتقرى السؤال الاولاني على الباب الاول مثلا في الفيزياء على الباب الاول قريت السؤال حليته من غير ما بص على الاجابة حللته حليته شيك عليه من ورا في الاجابة هتلاقي نفسك صح ادي جنب الرقم بتاع السؤال صح علامة صح خش على السؤال اللي بعده قريته وحللته وطلقها صح ادي عليها صح السؤال الثالث حليته وحللته وغلطت فيه بصت على الاجابة لقتها مش اجابتك بس اقتنعت بالاجابة ادي له اكس واحدة انت مغلطش فيه قوي يعني انت استدركت نفسك او استدركت الموقف وفهمته هتمشي بقى هتلاقي صح 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 غلط واحدة هتلاقي فيه سؤال انت قريته ما فهمتوش بصت على الاجابة ما فهمتهاش جري خد السؤال ده وكتبه في السكتش الاولان اللي هو 80 ورقة اللي هو مكتوب مثلا عليه في فيزياء الباب الاول اكتب السؤال اللي انت غلطت فيه ده بخط واضح جدا جدا بدون اجابة ارجع جيب كتاب الشرح اللي انت كنت بتذاكر فيه في الاول اللي انت بتذاكر فيه اللي هو فيه الاسئلة دي وارجع للشرح ولازم تجيب الاجابة الصح وهتقدر تجيبها لازم تبحث للغاية ما توصل الحقيقة بنفسك مش حد يجيبها لك مجرد ما تلاقيها خلاص انت كده ما عندش حمار بس سيبها ما تجاوبش عليها ويسيب السؤال مكتوب في كراسة فولان حمار هات الاسئلة اللي غاية اخيرة هتطلع من الكتاب بتاع اللي هو فيه اسئلة بتاع الكتاب شرح وسهل ده هتطلع بتاع 4 اسئلة انت ما انتش عارفهم وكتبتهم في الاسئلة او في الاسكتش بتاع ان انا مش فاهمهم يعني جميل خش مباشرة بعد ده اركن الكتاب اللي هو بتكتاب شرح وسهل ده واركنه في مكانه نمرة واحد وخلي الترابيزة فاضية قدامك واسحب الكتاب التاني اللي هو دليل تقويم الطالب هتلاقي دليل تقويم الطالب جاي بطرقة جميلة جدا جدا اللي هي ايه بقى اسئلة على الباب مغطية كله واجبت انت تمشي برضو على الاسئلة بعد ما كنت بتغلط في اسئلة كتير هتقل الغلطات هترجع بتبص السؤال الاولاني قريته حللته حليته وشيكت عليه وارا طالها صح اكتب صح اللي بعده صح اللي بعده غلط واقتنعت بالاجابة وارا يبقى واحدة بس اللي بعده اللي بعده صح 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 اصبحت بقطة او اتنين ولا تلمشيzier اللي بعده مغطية افتاعد المesa بالإجابة الاولاني والسنين كل ضه التانية يعني طلعت دليل التقويم ثلاثة اربع اسئلة كنت حمار بس ما عانتش حمار رجعوا مكانه هاد كتاب الوزارة ما تبصش على الشرح بص على الاسئلة الاسئلة قدامك هتبقى واضحة جدا كلها معظمة انت عرفتها الا بعد سؤال او اتنين لقيته انت بعد ما حليت ودورت عليه في الكتاب بتاع دليل التقويم او كتاب اللي هو شرحه سهل وبيقى اسئلة متجوبة وفهمته اوكي ما فهمتوش ارجع للشرح بتاع كتاب الوزارة ولغاية ما تجيبه جبته انت كاتبه طبعا برضو في كراست وسكتش انا احمار بقى عندك في نهاية الصهرة اللي هي القعدة السيشن بتاع المذاكرة ديت عندك سبع تمن اسئلة كنت غلطان فيهم وانت فشفشتهم وعرفت حلهم حلو انا عاوزك بقى تقفل بقى شغلك ده كله قبل اي حاجة وتصحب كتاب امتحانات السنوات السابقة وكتاب بوكرس الوزارة انا مش عاوزك تحل فيهم حاجة دلوقتي انا عاوزك تمسك هو طبعا المتحانات جاة كتشينة مش على الباب الاول اللي انت بذكرته بس بس اسئلة الباب الاول في كل الامتحانات واضحة قدامك اكمسك لألم ازرق وكتب جنب كل سؤال يتعلق بالباب الاول اكتب جنب منو الباب الاول هذا السؤال يخص الباب الاول الباب الاول اقلب لغاية الاخر لغاية ما تحدد كل الاسئلة اللي تتعلق بالباب الاول انا مش عاوزك تحلم دلوقتي لو حسيت ان فيه سؤال انت بنتش فاهمه ارجع للاجابة بتاعته ويبقى انت كده غطيت كل الباب مفيش ولا كلمة غلطان فيها طب انا عاوز ااكد كلامي اسحب الاتنين سكتش السكتش اللي كتبت فيه الاسئلة اللي كت انا غلطان فيها ومن كنتش فاهمها وبقيت فاهمها وحطوهم قدامي اسئلة واجيب الاسكتش التاني واجاوبهم كتابة انا استخدمت عناية ومخي واستخدمت ايديا في ان انا اجاوب كتابة وبعده اخلصها صحة على نفسي هتقول ليها صحة على نفسي ازاي طب انت اكاتب مصدر السؤال وعارف مصدر الاجابة فيه صح يعني انت عارف مصدر السؤال منين وصفحته ورقمه والكتاب الفلاني وعارف مصدر الاجابة فين وصح لنفسك ودي لنفسك درجة هتحس ان انت جت مثلا تسعة ونص ما تلزمنيش انا عاوز انا عاوز عشرة على عشرة لو انت نعصت بقيت تسعة ونص عقابة لنفسك انت تعاقب لنفسك ودي لنفسك تسعة على عشرة ادبا ليك وارجع دور عليها لغاية ما تجب في الحالة دي انت ساعدتك افلت كله اهم ما في الموضوع اللي يخليك تأفل حكتين اتنين وهقولهم تريليون مرة يعني مليون مليون مرة اول حاجة التركيز ثم التركيز ثم التركيز بص بقى تريليون مرة يعني مليون مليون مرة تركيز اللي بعدها ايه الاصرار تركيز من اللي قدامك مفيش اي حاجة تشغلك نهائي غير اللي قدامك يعني لا موبايل ولا كاسد ولا تلفزيون ولا حد بيتكلم في الشارع ولا مابا بتتكلم في التليفون ولا بابا بيخبط على الباب ولا أخوتي بيتخنقوا ما لكش دعوة بأي حاجة غير اللي قدامك بقى ده اسمه التركيز وجرد نفسك وعود نفسك على الموضوع ده ايه كمان الاسرار الاسرار انت مصر تعرف المعلومة صح وهتصر هتجبها وطالما جبتها يبقى انت كده بتقفل اسرار يبقى تركيز واسرار حطهم يفطى قدامك على الحيطة كل ما تبص عليهم السنوية العامة ام 99 و100% اساسها تركيز واسرار تركيز واسرار ايه التركيز والاسرار والخطة اللي احنا قلنا عليه انت هيقبلك مشكلتين وانت بيذاكر المشكلة الاولى وانت هيقبلك تذاكر موضوع هايف جدا 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 موضوع هايف اخوك الصغار في الاعدادية يقولك ده بقى بسيط جدا وانت متخيله اللي صعب السبب هيبقى حاجة وتحتين اتنين يا اما جعان يا اما عطشان دايما ازازة مية جمي منك تشرب مية تشرب مية وتاكل كويس اكل متوازن خضرات وفواكه وخلي معظم اكلك ممتك قدامك وسامعة وسامعاني تعملك اكل فيه سبانخ خرشوف حسل اسود والاس تفاح اي بدنجان مسقعة اي حاجة فيها حديد وكمان اي حاجة فيها كالسوم زي البيت زي منتجات الالبان وبلاش قهوة وبلاش شاي كلام فاضي كل ده اوعى حزار انك حاجة حددتها كالولوك خد حبوب بتاعة الفاه تدمرك تدمرك ساعتك دي مشكلة وحلناها المشكلة التانية يا ماما انا رايح انام ساعتين يا ماما انا حفزت الكلام ده هوها دلا هتذاكر اه خلاص هذاكر اول مع ام النوع يا sau数 ما بها مشاش حاجة في البيت هابدأ هذاكر بعد اقتلك القهوة في الأمام شوية هابدأ هذاكر بعد امام ودني تنام اربع ساعات وتصحى من النوم تقعد على الكتاب تفقر عاو ستنام تاني ومشكلة منتشرة عند جميع الطلبة الحال بتاعها ايه؟ لو انت علم رياضة لو انت علم رياضة طلع اي حاجة رياضة واشتغل فيها اضعها النوم من عينك طب افرد انت بتذكر مادة مالهاش علاقة بالرياضة او انت علم علوم او ادبي اطفل نور بتاع القوضة اللي انت قاد فيها وقف نص القوضة غمض عنك لمدة خمس دقائق في الخمس دقائق دول ما تفكرش في اي حاجة ولا مذاكرة ولا بابا ولا موبايل ولا ماما ولا الدرس ولا المستعبل ولا السنوية العامة ولا المجموعة يعني يوجه يوجه انسى الدنيا كلها في الخمس دقائق دول ويك اب استيقظ راح التوالد تشطف رواء نفسك برفناتك تسريحاتك فل رايح فرح مذاكرة رايح فرح مذاكرة تكون مجهز حاجتك ومخلص وداخل عليها هتلاقي نفسك جبت تسع ساعات من غير ما معينك تغفل هنفترض ان انت خلصت مذاكرة وعدت تسع ساعات تذاكر لغاية ما تعبت فعلا تعبت فعلا وكل حاجة فهمها وقفلك بس تعبت بقى وعاوز تنام وفاضل حتى صغيرة وعاوز تفهمها بس تعبت ما انتش قادر تنام تنام مكافرة ربنا ليك عشان انت مكتهد تجيلك في الحلم انك فهمتها تقوم تحكيها الحد او تكتبها لان الاحلام بتتناسب في الحالة دي انت كده قفلتلي هتبص بقى لمذاكرة المدرس هتلاقيها انت المدرس انت الاستاذ انت اللي تجيب تسع وتسعين وعشرة لان انت دماغك ريئة ما عندكش مشاكل ودينا لك الخطة المحكمة بالنسبة للدروس والتكسيف والكلم الفاضي اللي بيقولوه المدرسين او خلافه او زميلك او سياسة القطية اللي هي ايه الخروف راح يشرب كله راح يشرب الخروف راح ينام كله راح ينام بالرغم ان اللي هو عاوز يشرب ولا عاوز ينام انت دلوقتي حر نفسك انت مستقل انت هتقعد مع نفسك باللجنة لوحدك ما معكشي لا بابا ولا ماما ولا المدرس ولا حتى انا انت مع نفسك حسين مع حسين ابراهيم مع ابراهيم عبير مع عبير يعني كل واحد جاهز نفسه جاي بالشخص اللي جاهزه اللي هو نفسه وقاعد معه عشان يفكره طب تعمل ايه اولا لازم توقف لدروس في نص ثلاثة مش حاجة اسمها تكسيف ولا الكلام الفاضي ده ولا مراجعات ولا الكلام الفاضي ده انت تراجع مع نفسك وتقفل مع نفسك طب اعمل ايه افرض يا استاذ انا حاجة ما فهمتهاش من المنهج اوكي وارد فيه سكتش انت كاتبه كاتب عليه فولان اسم الله على مقامك حمار في اخره اكتب كل الاسئلة اللي تخص مادة الكيميا مثلا بتذكرها وما فهمتهاش اكتب الاسئلة بس وانت عاوز ايه كل المنهج خلصت بداية شهر اربعة يا ماما يا بابا انا عاوز مدرس مخصوص اللي دول بس للاسئلة اللي انا مش فهمها بس وهتبقى لوحدك في الحصة دي وعندك في البيت ان شاء الله يكون الاسيستنت بتاع المدرس طب هتعمل ايه بتروح اخد الاسئلة دي وانت كتابها بخط جميل تبعتها للمدرس اللي جايلك جميل تبعتها له على الواطس وتقول له انا عاوز افهم دول يعني انت هتجيلي حصة او حصتين هفهم دول ساعاتك بتاخد في الحصة كام مية جنيه هديك مية وخمسين بتاخد مية وخمسين هديك ميتين بس انت ساعاتك تبقى قاد لوحدك باسئلتك انت ما ينفعش حد تاني معاك يعني مشاكلك انت او نوعصك في المنهج مش نوعص حد تاني فانت هتبقى قاد مع نفسك هو مش هيشرح لك منهج هو هيقفل لك الصغرات اللي وقت معاك يبقى انت في الحالة دي قفلتك كله ومضيعتش وقتك لان انت لو رحت لي 3 دروس مراجعات معناها 3 في 6 18 ساعة هترجع تذاكر امتى هترجع تقفل امتى يبقى كل ده تهريك يبقى انت مفروض تقعد مع نفسك وقلتلك الخطة لو انت وقفت معاك حاجة تعمل ايه الولي الامر وخص الام تزبطي الاكل زي ما قلت لساعتك دلوقتي حديد وكالسوم وتديله حاجات مشروبات طبيعية وبلاش الهلع اللي بتعملوه للولاد السنوية العامة سهلة جدا بالطريقة اللي احنا بنقول عليها والناس كلها قبل مننا قبل منكم يعني جابوا التسعة وتسعين وتسعة من العشرة وحققوا امنياتهم وحققوا امنيات اهليهم والدنيا بقى كانت فرح وسعادة عليك انت الاساس وعلى اهلك واحنا فرحنا معاك بالنسبة لولي الامر وخصصا الام بالنسبة للاكل لو انت ساعتك بتعملي اكل وهو دخل او هي دخلت عليك المطبخ وقالتلي كماما ايه اللي انت تعب تعملي ده حط لها الاكل تاكل بقى لاش بروتوكول الاكل ولازم تتلموا ولازم يبقى على الصفرة اكليها ويسيبيها ترجع تذاكر لان انا محتاج الوقت كله وكده يبقى احنا جمعنا كله اخر مثل هقولولك الانجليش الشحات ما يختارش واحد شحات يشحتي عشان يجيب مرسيدس يبقى للأدم واحد جاي بتمانين يشحط عشان يخش طب ما ينفعش يبقى اللي معاه فلوس هو الاشتري المرسيدس واللي معاه تسعة وتسعين وتسعة من عشر يخش الكليل لو اعاوز انا كده انتهيت وخلصت موضوعي وابدقوا وعلى فكرة الموضوع سهل جدا 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 وارجعوا تاني يعيدوا الكاسد او الريكورد واسمعوه كويس تاني ونفزوا كل تفاصيله وهتلاقوا نفسكم متفوقين وجايبين التسعة وتسعين 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 والعشر في شهر التلاتة في شهر اربعة او في نصة اربعة كده او في اول خمسة هعمل لكم فيديو تاني هقولك ازاي تتصرف في اللاجنة عشان تقفل خالص وما بقاش في اي ارتباك وانتظروه في بداية خمسة